وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة مرسلنا محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في الصورة لديك ما هي آخر فعاليات المهرجان ومدى الإقبال الجماهيري اليوم برحب بيك يوسف من مدينة العالمين الجديدة ولازلنا نتابع معكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة وبعد أن عشنا ليلة فنية جميلة أمس مع الفنانة مجد الرومي على مصرح الأرينة وتفاعل الجمهور معها لازالت تستمر هذه الفعاليات سواء كانت الفنية أو الرياضية واليوم سيكون معنا طبلة الست في حفل فن في المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة لكن نحن أيضا مع تطور جديد وفعاليات لا تنتهي في مدينة العالمين الجديدة وهي الخاصة بوزارة الصحة والسكان والتي ستبدأ غدا وتطلق إشارة البدء في انطلاق الخدمات الصحية في المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين تزامنا مع مهرجان العالمين الجديدة لتقديم كل الخدمات لكل الجماهير والزائرين والمقبلين أيضا على فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ولمزيد من التفاصيل حول هذه الخدمات التي ستنطلق غدا يسعدني أن أرحب بضيفي العزيزة دكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة برحب بيك يا دكتور وأهلا وصالح بيك طبعا وأكيد خدمات متطورة ينتظرها جمهور مدينة العالمين ومهرجان العالمين الجديدة لو تحدثنا أكثر عن الاستعدادات التي تتم دلوقتي في المنطقة الترفيهية استعدادا بالطبع لبدء إطلاق إشارة البدء غدا في تقديم كل هذه الخدمات الصحية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو حاجة ممكن تكون أول مرة تتم في العالمين نحن في الأساس نعتمد على نقاط طبية موجودة في السحل الشمالي السنة دي فيه فكرة جديدة فكرة المفروض أن نكسف خدمات وزارة الصحة في منطقة مهرجان العالمين هتتقدم خدمات مختلفة للرواد المكان هيبقى فيه موجودة عيادات متنقلة فيها طبيب وفيها تمريد وفيها دواء وفيها فحوصات وكمان معانا عيادة أسنان ده بالنسبة للكشف الطبي وطبعا زي ما قلت لحواتك كده بيبقى العلاج بيتصرف وكل طبعا الخدمات بتقدم بالمجان للمواطنين إلى جانب طبعا خدمات الطوارئ الأولية والإصحافات الأولية بتتقدم معانا كمان المبادرات الرئاسية موجود معانا صحة المرأة موجود المبادرات الرئاسية كلها موجودة عشان نقدم الخدمات دلسل المواطنين المترددين والمصطفين الموجودين على مهرجان العالمين كمان معانا الإصعاف طبعا في حالة أن أي حد يحتاج يتنقل لأي مستشفى طبعا لسرعة التلبية موجود الإصعاف زي ما قلت لحظة كده هو تكسيف لخدمات وزارة الصحة في المكان ده تحت مسمى شارع الصحة شارع الصحة أنا شايف أنه بيتم تجهيزه طبعا دلوقتي بالعديد من السيارات المتنقلة واللي بتجهز دلوقتي الخدمات اللي هتكون موجودة إحنا هننطلق من بكرة مستمرين لحد نهاية المهرجان كمان عندنا المبادرات اللي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقها لو تكلمنا أكتر عن أهم المبادرات اللي هتكون موجودة معانا وتستطيع أن هي تقدم أعمال الفحص لكل المواطنين بالضبط حررتك المبادرات الرئاسية موجودة ومتاحة لكل المواطنين بشكل بالمجان المواطنين المترددين على المكان وعلى المهرجان طبعا فيه خدمات المبادرات اللي هتلالي الكلوي الأمراض المزمنة صحة المرأة الفحصات اللي هي بتتعمل زي ما قلت كده الفحصات الأولية إلى جانب كمان إن إحنا زي ما قلت حررتك كده معانا الإسعاف إمكانية الحالة لو فيه أي حالة محتاجة بشكل فوري نية تتنقل كل ده متاح كل ده بيتعمله أبضيت كل فترة الخدمات متجددة الخدمات تبقى موجودة زي ما قلت حررتك كده خدمات وزارة الصحة مكسفة في المكان ده لخدمة البوترالدين أهمية وجودكم طبعا هنا دكتور بالتعاون مع الشركة المتحدة ومع إدارة المهرجان في تقديم كل الخدمات الممكنة لجمهور العالمين بص حررتك هو وزارة الصحة وزارة المسؤولة مصريين بمختلف الفئات بمختلف الحالة الاجتماعية أنت مسؤول كوزارة الصحة عن صحة كل المواطنين بلانا عليه طبعا في إطار أن بيبقى فيه زيادة للتردد على المناطق الساحلية في مطروح في اسكندرية في الشواطئ في المحافظات الساحلية في رأس البر في جامعة صبا كل المناطق الساحلية بيبقى لها تردد من منطلق اهتمام وزارة الصحة وتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن أيا كان المستوى بتاعه بنبقى متواجدين وبكسافة وبكل الخدمات تبقى موجودة عشان خاطر كده كل الناس محمية وصحة إن شاء الله أكيد حابين نتطمن على وجود الكوادر والأطقم الطبية اللي هتكون موجودة أكيد في مختلف التخصصات وكمان مسألة الأدوية وممكن نقول الصيدليات المتنقلة أو السابتة أكيد طبعا هو كل حاجة موجود الأطباء موجود زي ما قلت حدك فريق التمريض مضرب موجود المسعفين موجود الفنيين موجود الناس المسؤولة عن المبادرات كل المستلزمات متوفرة الأدوية متوفرة لخدمة المواطنين ولسرعة الاستجابة لأي عرض أو لأي شكوى من أي مواطن صحية وكمان ده كل ده بتقدم بشكل مجاني تماما وفي أسرع وقت بالتوفيق طبعا إن شاء الله نكون معاكم بكرة في انطلاق المبادرة وانطلاق الكدمة الصحية المهمة تشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل على جيب وزارة الصحة شكرا جزيلا يعني كما تبعنا مشاهدين الكرام كل هذه الخدمات اللي بتقدم لكل جمهور مدينة العالمين الجديدة إذن كل الجماهير تأتي إلى مدينة العالمين تستمتع بكل الفعاليات الموجودة بدون أي ألأ طبعا الخدمات الصحية هتكون موجودة وزارة الصحة بكل سيارات الإسعاف بكل الخدمات الصحة الموجودة ويمكن تم التأكيد على تواجد أيضا المبادرات المختلفة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرات الصحية فيعني بنتكلم على تكامل وفعاليات متنوعة وكبيرة داخل مهرجان العالمين وتحديدا في المنطقة الترفيهية وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات على مدار أيام مهرجان العالم عالمين برجع لكم في الاستوديو مرة تانية شكرك زميلي محمود جميل مرسل التلفزيون المصري والشكر موصي لضيفك الكريم الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة كنتم معنا كنتم معنا معنا من العالمين مباشرة ترجمة نانسي قنقر